الله معكم حكيت بالامس عن جيش البولندي وسعيه ليكون رقم واحد بأوروبا الوسطى والشرقية طبعا لنا بولندا شرحت كيف متواجدة على حدود بيلاروسيا وعلى حدود كالينيجراد شرحنا ايضا انه كيف البولندا عم بتجرب كان تزيد من عديد قوات جيشها يعني ترفع عديده تعمل صفقات اكثر فاكثر بخصوص القوات البريه وصفقات بخصوص الطيران مشان سلاح الجو واليوم تم الاعلان عم بدء تنفيذ برنامج أوركا هذا البرنامج يهدف الى شراء مزيد من الغواصات والمعدات البحرية وكان التركيز اكتر طبع وزير الدفاع البولندي هو عن معدات وقطع قدرة تشتغل بسرية وعمق طبعا بولندا اللي ما بيعرف عنده بس غواصة واحدة وقال للوزير انه لاحقا رح يتم الاعلان عن معلومات اكتر حول العدد المطلوب القدرات وبعض التفاصيل الاخرى الآن السؤال اللي بيبقى لاهم هالصفقات كتير كبيرة اللي عم تعاملنا ببولندا برا وبحرا وجوا فهل يترى بمئات المليارات من الدولارات فهل يترى نظم الاقتصاد بولندا ولو انه على مدى طويل هل يتم تسليح بولندا ام بولندا تتسلح يعني بمعنى هل بولندا عم تدفع مصاري كامل هالعيتات كله وهالمركبات وهالمعدات ام جاري تسليح بولندا لتكون اوكرانيا اخرى هون السؤال اللي بيبقى مهم خصوصي الحاجة برجع بالكم عم نحكي عن بولندا قريبا من كالينجراد اي روسيا وقريبا من بيلاروسيا اللي عامل دولة اتحاد مع روسيا فلذلك سؤال مفتوح بدنا نشوف جوابه للسنين القادمة ربما من الاشهر القادمة ربما من الاسابيع القادمة كل ما علينا فعله هو الانتظار حتى ذلك الحين اكتبوا لي شو رأيكم هل تدخل بولندا الحرب مع بيلاروسيا بشكل مباشر او مع روسيا او بيلاروسيا او ستبكى فقط مجرد مركز لنقل الاندادات الى اوكرانيا او كلها التسليح مجرد الدفاع عن نفسها اتبوا لي جايكم بالتعليقات وانتوني الفيديوهات التانية من هذا النوع الى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا